عايز اقول لكم الحاجة الاول بعد ازايكم وعملين ايه كله تمام والحمد لله كله تمام كل هذه البنية التحتية هي اللي قدت الى ايه الى توقيع هذا الاتفاق الاستثماري المهول ام البدايات زي ما كنت بسميها مبارحة ولا زلت مصر على ذلك ام البدايات في الاستثمار الاجنبي المباشر العملاق في مصر رأس الحكمة ام البدايات لسه فيه تاني لا ده لسه فيه واحد اتنين تلاتة اربعة لسه فيه ايه واحد اتنين تلاتة اربعة اسألك سؤال هو العالمين حصل فيها اتفاق استثماري اجنبي اول لا لسه مش اول لا لا اول لا لسه لسه طيب ده احنا عندنا سيدي براني وعندنا النجيلة وعندنا جرجوب فضل اربعة بدأنا برقم الحمد لله والشكر اللي قدي كده اوه يبقى اللي جاي ايه كده واللي بعده كده لحد ما يبقى قدي كده حتى بعد من خسيت شوية ام البدايات هيحصل تأثير عاجل او ااجل هيحصل التأثير الاجل بتاعه قد ايه ممكن حتى لما كنا بنتكلم مع الاخسيس ماتة بشاين برح على التليفون قال ان احنا بنتكلم في شهرين لتلاتة ده اقصى مدة ممكن يتم يحصل فيها تأثير مرهون بايه يا جماعة مرهون بوجود وفرة دولارية في القطاع المصرفي المصري تلبي احتياجات المستوردين سواء اذا كانوا بيستوردوا مستلزمات انتاج او بيستوردوا سلع ضرورية للاستيراد نحن لان ننتجها في هذا الوطن طيب حاجة واحدة حاجة واحدة لازم تتقال في النقطة دي واظنها مصيبة شوف انا لا مش مصيبة يعني وحش مصيبة يعني جاي من الصواب يعني اظنها صح باناش كلمة مصيبة اظنها صح احنا عاوزين نشتغل بكل طاقتنا على التصنيع 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 لسد الاحتياج المحلي انا عايز اوصل لمرحلة ان انا بقى مش محتاج استورد مثلا كرسي مكتب مش عايز اوصل ان انا محتاج استورد صمولة ومصمار مش عايز ابقى محتاج ان انا استورد مثلا اعلاف عايز اشتغل على زراعة المواد او الحاصلات الزراعية اللازمة لتصنيع العلف زي الدرة وفول الصوية مثلا يبقى أنا عايز أسد الفجوة المحلية اللي عندي في أكبر نطاقات ممكنة مفيش دولة في الدنيا مفيش دولة في الدنيا متوقفة عن استيرادش إماه مفيش حاجة اسمها كده كل دول العالم تستورد من بعضها وتصدر لبعضها كل واحدة على حسب قدرتها في التصنيع والزراعة والتصنيع الزراعي وا 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 طيب يبقى أهم حاجة عندي دلوقتي أهم حاجة إن أنا أشتغل على التصنيع 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 أنا بتبسط جدا لما بلاقي رد فعل على ده بتبسط ليه بتبسط كمواطن مصري مش إنه أيما أنا قلت يعني مثلا لسه في حد من أصدقائي لما حصل موضوع التوقيع قال لي شفت ده سمعوا كلامك مش أنت كنت بتقول إحنا عايزين ولو صورة صورة تغني ربا صورة تغني عن ألف كلمة ده واضح إنهما سمعوا قلتولي أعمل سمعوا كلام مين ولا سمعوا كلامه ولا حاجة ده كويس واضح إن الناس كانت مرتبة خطواتها أنا أتبتكلم على الناس مين الحكومة مرتبة خطواتها وعارفها تعمل إيه حتى لما جيت قابلت صديقي وزميلة العزيز سيد هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء وإحنا في العاصمة الإدراكة الجديدة قال لي مرسوط كده يوسف أهو قلت له يا هاني إحنا دايما محتاجين ده وإحنا بنتكلم في إيه ما إحنا بنتكلم في الصالح بتاعنا قال لي عندك حق بس لازم لازم الوقت المناسب وعنده حق بقى زي ما وقال لي عندك حق فأنا بقوله وإنت عندك حق الوقت المناسب للإعلان أنا من أبناء هذه المدرسة ليس كل ما يعرف يقال وليس كل ما كل التفاصيل يجب أن تعلم في حاجات لازم نحتفظ بيها على جمعه ترجمة نانسي قنع